لكل مشاهدين جمعة مباركة إذن أجواء مثلجة وشتوية بامتياز أمطار عادية ستعيشها أغلب المناطق الشمالية بحول الله بداية من نهار اليوم الجمعة وكذلك سيكون في هبوب رياح قوية فيما يخص أغلب المناطق السحلية وأكيد الثلوج ستخص المرتفعات الداخلية للوطن ولهذا كان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبية نشرية خاصة تؤكد على تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوحلها بين الألف إلى الألف والمائة متر وسمك الثلوج يتراوح بين 5 إلى 10 سنتيمتر بداية من التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم الغد السبت إن شاء الله وهذا على كل من ولاية تلمسان سيدة سيدي بالعباس مع سكر تيسمسيل تولاية تيارة الجلفة الأغواط وولاية البيض وفي نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية تؤكد على تساقط أمطار رعدية محليا معتبرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد كمية الأمطار تتراوح بين 20 إلى 30 مم وقد تتعدى 40 مم محلية كانت بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم وتستمر حسب النشرية الخاصة إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الغد السبت ودائما فيما يخص الولايات الغربية تحديدا بولاية تلمسان عينتي موشانت وهران مستغانم ولاية شلف سيدي بالعباس مع سكر سعيدة تيارة وولاية تيسمسيلت وحسب تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية أكد على تساقط أمطار رعدية طيلة نهار اليوم الجمعة وهذا على كل من ولاية تيبازا عين الدفلة البوليدة لمدية الجزائر العاصمة بومردأ استيزي وزو بيجاية جيجر ولاية سيكدا عن نابة الطارف قالمة ولاية البيض سوقه رأس أم البواقيت بسة خنشلة لمسيلة الجلفة وولاية الأغواط وكذلك الرياح القبية حسب مصالح الأرصاد الجوية وفي تنبيه لها تؤكد على هبوب الرياح قوية طيلة نهار اليوم بسرعة قد تصل أو تتعدل 50 كم في الساعة على كل من ولاية تلمسان وهران مصد غانم عينتي موشان تشلف تيبازا عين الدفلة ولاية الجزائر العاصمة تيزي وزو بيجاية ديجل سكيكدا الطارف نعامة وولاية البيض إذن مشاهدين وحسب نماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أن الاستراب الجوي سيكون إن شاء الله بداية من نهار اليوم الجمعة ويستمر إلى غاية يوم الأحد بحول الله خاصة فيما يخوص الولايات الوسطى وكذلك الشرقية على الولايات الغربية التحسن سيكون بداية من أواخر ظهيرة يوم الغد السبت بحول الله بينما بالولايات الشرقية وكذلك الوسطى تستمر الأمطار العادية في التساقط بحول الله وستكون بكميات معتبرة تترى وحدة من بين عشرين إلى ثلاثين ملمتر وقد تتعدى ربعين ملمتر محلية مرفوقة أيضا بتساقط للبرد وخلال نهار اليوم ستكون أكثر اعتبارا ونشاطا بالمناطق الغربية إلى غاية صبيحة يوم الغد الثلوج كذلك ستكون حاضرة بداية من مساء اليوم على أغلب المرتفعات الغربية الوسطى وكذلك الشرقية التي يتراوح لها بين الألف إلى الألف والمائة متر بحول الله وأيضا سيكون في تساقط كثيف للثلوج سمك الثلوج كما شفنا حسب النشرية الخاصة يتراوح بين خمسة إلى عشرة سنتيمتر إذن كما نلاحظ مشاهدين الإفتراب الجوي بقامة مركز إن شاء الله خلال خاصة يوم الأحد والاثنين على الولايات الشرقية وبكميات قد تتعدى خمسين ملمتر محليا التحسن في الوضعية الجوبية سيكون بداية من أواخر ظهيرة يوم الاثنين تحسن مؤقت في انتظار عودة الأمطار من جديد بداية إن شاء الله من أواخر ظهيرة يوم الأربعاء كي سيكون في تساقط إن شاء الله أمطار عدية محليا معتبرة خاصة بالمناطق الشرقية الولايات الجنوبية وضعية جوبية غائمة جزئيا خلال ظهيرة اليوم الجمعة ممكن يكون في تساقط بعض الأمطار المتفرقة على شمال الصحرى منطقة الوحات وكذلك الثورة وكذلك سيكون في هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كتيف لأزوابع الرملية على وسط الصحرى وأقصى الجنوب الجزائري أما عن توقع درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة اليوم الجمعة بحول الله تبقى نوعا ما الأجواء دافئة على المناطق الشرقية تصل إلى 20 درجة على غالما سوقهراس كذلك بعنابة بجاية جيجل واسكيكدا بينما ستنخفض بداية من نهار اليوم بالمناطق الغربية على وهران باستغان معينتي موشان تلين تتعدى 15 درجة سنسجل 7 درجة فقط بين عام البيض ومشرية بين 11 إلى 10 درجة بمعسكرة لمسان عين الدفلة الجلفة تيارت ستقارب 10 درجة خلال ظهيرت اليوم الأغواط لمسيلا بوسعد في حدود 9 درجات على باتنا خنش لقصنط نسطيف أم البواقي وبرج بوعري ريج أيضا بميلة وسيدة ستقارب في حدود 12 درجة بينما على السواحل الشرقية فنوعا ملاجوة ستكون دافئة في انتظار بداية من يوم الغد ستنخفض درجات الحرارة القصوى على أغلب الولايات الشرقية الدنيا كما نلاحظه ستكون الأجواء جد جد باردة إن شاء الله خلال مساء اليوم تصل إلى تل درجة تحت السفر بالمناطق الداخلية الشرقية وكذلك خاصة على المناطق الداخلية الغربية والهضاء بالعليا الغربية إن شاء الله بينما على المناطق الجنوبية أيضا الأجواء ستكون باردة إذن ستقارب إن شاء الله بين حوالي الأربع درجات إلى ست درجات فقط على شمال السحر منطقة الواحد كذلك بواسط السحر أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي ويرتقى بعين الصفر تصل درجات الحرارة الدنيا إلى درجة واحدة تحت السفر خلال مساء اليوم بحواليها أما القصوى 31 درجة كعلى مقياس ببرتباجي مختار وإنجزان حوالي 20 درجة بإليزي جونت إناميناس كذلك بإن صالح 24 درجة لأدرار تمياوين وارغان ببشار بن عباس غرداي زلفان لمنيعة توقورت لمغير الوادي وورغلا تتراوح خلال ظهيرة اليوم بين حوالي 15 إلى 17 درجة بحول الله فيما يخص توقعات حالة البحر أكيد مع هبوب الرياح القوية لرح تميز الولايات الساحلية فالبحر سيكون جد هائج وسرعة الرياح قد تتعدى 70 كم في ساعة إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم الجمعة وحتى إلى غاية يوم الاثنين بحول الله اتجاه الأمواج غربي لشمال غربي وعلو والأمواج يصل إلى الأربعة أمتار إن شاء الله خاصة بالسواحل الغربية وكذلك الوسطى خلال ظهيرة اليوم وغدا بحول الله ستقارب علو والأمواج إن شاء الله فيما يخص السواحل الشرقية قد يصل إلى الخمسة أمتار بحول الله والبحر سيكون شديد الهايجان أكيد الرؤية متوسطة على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام بداية من نهار اليوم المناطق الشمالية على موعد مع قدوم إستراب جو محمد بتساقط أمتار رعدية محلية ستكون معتبرة تساقط كثيف للثلوج هبوب رياح قبضة ودرجة حرارة دنيا جد منخفضة خلال الفترة الليلية والصباحية تقريبا فيما يخص أغلب المناطق الشمالية إن شاء الله تكون أمتار خير أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعودة